العقود قراءة وكتابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العقود قراءة وكتابة إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً أستكشف يتوقف قطار سمير كل عشر محطات ألون جميع المحطات التي سيتوقف فيها القطار أتدرب أولاً أكتب الأعداد بالأرقام أكتبها بالحروف ثم أقرأها خمسون تسعون سبعون ثانياً أرسم الخرز وفق العدد المطلوب في كل قلادة عشرون عشر سلاثون أوظف أجمع التمرات عشرةً عشرةً لأحصل على ثلاثة عقود مختلفة وأكتبها للحصول على ثلاثة عقود مختلفة نقوم بجمع التمرات على هذه الشاكلة عشر تمرات تساوي عقوداً عشرون تمرتاً تساوي عقدان ثلاثون تمرتاً تساوي ثلاثة عقود أختار مجموعتين وأحسب كمهما في الصندوق التالي عشرون مع ثلاثون عشرون مع ثلاثون يساوي خمسين أحسب العدد الجملي لحبات التمر عشرة مع عشرون مع ثلاثون يساوي ستين أقيم جمع حسام هذه الأزهار أكتب عدد الزهرات في كل الباقات لنا ثمانية باقات وفي كل باقة عشر زهرات إذن العدد الجملي للزهرات يساوي ثمانين زهرة أكتب عدد الزهرات المتفرقة عدد الزهرات المتفرقة يساوي عشر زهرات أكتب العدد الجملي للزهرات العدد الجملي للزهرات ثمانون مع عشرة يساوي تسعين زهرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة